وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام الحافظ المفسر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفوسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير يأخذون من من آمن وجاهد السقاية السقاية الحاج يأخذون تمرا أو زبيبا ويضعونه في الماء يسمى النبيذ ويسقون الحاج قال وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال به سامرا كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فخير الله الإيمان والجهاد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه به قال الله تعالى لا يستؤون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئا وكفار قريش كانوا يقتسمون السقاية وإذا مات بعير الحاج أعطوه بعيرا وإذا انقطعت به السبل ولم يجد ما يرجع به أعطوه مالا حتى يرجع وحجبة البيت القائمون على البيت فكانوا يفتخرون بذلك بعمارة المسجد الحرام وترى أن بعض الناس هذا حاله أنا فعلته وبنيت مسجدا وربما لا يصلي فهذا لا ينفعه هذا لا ينفعه وأعظم من ذلك هو الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالرسول والجهاد في سبيل الله وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال نزلت في العباس ابن عبد المطلب حين أوسر ببدر قال لئن كنتم سبقتمون بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسق الحاج ونفق العاني العاني الأسير قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك لكن هذا السبب علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من عبد الله بن عباس وقال الضحاك بن مزاحم قال أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أوسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك فقال العباس رضي رضي الله عنهما تكلما في ذلك وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرت عن أبي صخر قال سمعت محمد بن كعب القراضي يقول افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب فقال طلحة أنا صاحب البيت معي مفتاحه ولو أشاء بيت فيه يعني الحجابة كانت في بني شيبة وقال العباس أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بيت في المسجد فقال علي رضي الله عنه ما أدري ما تقولان لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج الآية كلها أي قراءة الآية أو سياق الآية لكن هذا مرسل حمد بن كعب القرضي متأخر وهكذا قال السدي إلا أنه قال افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمر عن الحسن قال نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلم في ذلك فقال العباس ما أراني إلا تارك سقايتنا أو تارك سقايتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا الحسن يحكي سبب النزول وهذا مرسل ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره ها هنا قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا فنزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله لا يستوون عند الله نعم الحديث سيأتي أنه في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير قال ابن كثير طريق أخرى قال الوليد بن مسلم حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود أو سلام الأسود عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير العنصاري قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل منهم ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام قال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه قال ففعل فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين رواه مسلم في صحيحه وأبو داوود وابن جرير وهذا لفظه وابن مردويه وابن أبي حاتم في تفسيرهم وابن حبان في صحيحه مرمعنا إشكال بالنسبة لسبب النزول لكن أحيانا سبب النزول يتعدد يتعدد طيب إلهنا بارك الله وفيكم شكرا